موسيقى نحن مسهلا بكم أعزائنا مشاهدين في حلقة جديدة من التأملات الأسبوعية بتاعتنا اللي فيها بنتقابل معاكم والروح القدس بيكلمنا كلنا وبيشجعنا كلنا وبيدينا تحذيرات كلنا وإنزارات كلنا وكلنا بنتلع بحصيلة واحدة إن الله بيشتغل فينا وبيشتغل معانا وبيشجعنا وبيمشي معانا رحلة الحياة من أولها إلى آخرها نهاردة بنعمة الله هنتكلم على عنوان الحلقة بتاعتنا من يدحرج لنا الحجر من يدحرج لنا الحجر والآية دي جات في إنجيل مرقص أصحاح 16 المريمات لما بيقولوا عدد ثلاثة فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر كانوا المريمات رايحين بالحنوط للقبر بتاع رب يسوع وكانوا قلقانين جدا لحسن ما يقومش من الأموات زي ما قال لهم لكن كانوا بينهم بين بعض بيقولوا من يدحرج لنا الحجر وعايزين نتكلم النهاردة بنعمة الله عن أحجار على الطريق في أحجار على الطريق بتقابلنا كلنا عايزين نتكلم عن بعض الأحجار اللي ممكن تقابلنا في الطريق وتأثيرها علينا بيكون إزاي كلنا لو كلمنا عن كلمة حجر بنلاقي إن الكلمة دي تقيلة وكلمة حجر بنلاقي إن تشدينا ونزلنا دا ونلتحت وتعبنا وحسينا ظهرنا تحانى ومشايلنا رجلينا وحالتنا حالة لما بنفكر إيه الأحجار اللي قدامنا بتقابلنا لو سألت أي واحد وواحدة فيكم في قدامك حجر بيقابلك فهسمع أكيد مليون في المية هتقولي وهتقولي لي إن في حجر واثنين وثلاثة قدامي وبحاول أزوقي دا ألاقي دا واقف يعني على نفسي مش قادر أتنفس من كتر الأحجار اللي أنا بعاني منها واللي أنا بشوفها واللي أنا مش قادر أمشي لأنها خلت ظهري تحنى أحجار على الطريق لكن في أحجار صعبة وأحجار تقيلة وأحجار ليها سنون بتعورنا وبتجرحنا وبتضغطنا وبتتعبنا لكن في نفس الوقت في أحجار كريمة في أحجار حلوة يعني لو تأملنا في العروسة المخطوبة لما عريسها بيجيب لها الشبكة وبيجيب لها خاتم حلو كده بيكون الفصل اللي فيه من الألماظ بيكون الفصل اللي فيه حجر تمين غالي أو لو اشترى لها كليه كده ولبسته أو عقد يا معقاد كلها أحجار كريمة الخرز بتاعها من أحجار كريمة رائعة جدا فمش كل الأحجار متعبة وتقيلة وحملها صعب لكن في أحجار خفيفة وحملها هين وحلوة دا بالعكس بتزين حياتنا بتزين صدرنا بتزين إيدينا بتزيننا كلنا الأحجار الكريمة الحلوة وفي أحجار من الحجر الجيري بتبقى خفيفة جدا ما بيبقاش حملها أيضا صعب لكن أولا هنحب نتكلم عن إيه هي الأحجار التقيلة اللي ممكن تواجهنا في طريق الحياة أول حجر ممكن نتكلم عليه حجر الإثم والخطيئة عايزين نتكلم الأول عن أربع أحجار تقيلة قبل ما ندخل على الأحجار الخفيفة أول حجر هو حجر الإثم والخطيئة تاني حجر هو حجر العثرة البشرية تالت حجر حجر الإدانة الفردية والجماعية لكن رابع حجر في الأحجار التقيلة حجر الضغوط والألام المستعصية حجر الضغوط والألام المستعصية عايزين نتكلم الأول عن حجر الإثم والخطيئة ما أفضعوا حجر ما أثقلوا حجر بيبقى على كاهل الواحد وبيبقى في قلب الواحد وبسمع كتير ناس تقول لي حس على قلبي حجر أنا حس على قلبي حجر أنا مش قادرة تنفس من الخوف ومن الرعب وحسني في حجر على قلبي مش عارفة أعمل إيه أعزائي حجر الإثم والخطيئة ثقيل جدا على كاهلنا وعلى قلوبنا وفي حياتنا ولما الكتاب حاب يعرف الخطيئة قال تعبير صغير أو يقال الخطيئة خاطئة جدا مش عارف أقول غير كده الخطيئة خاطئة جدا لكن الخطيئة بيقول عنها الكتاب طرحت كثيرين جرحة وكل قتلاها أقوي صعبة صعبة الخطيئة أهلكت شعوب الخطيئة خلت الرب غرأ أمم أرسل نار على سدوم وعمورة فأهلك الشعب كله أرسل طوفان في أيام نوح فأغرق الأرض كلها بسبب كلمة وحدة من كام حرف اسمها الخطيئة فالخطيئة ما أثقلها وما أثقل حملها ويبخت الإنسان اللي يتحرر منها يبخت الإنسان اللي يقبل الرب يسوع في حياته ومكتوب كده إن حرركم الإبن من سلطان الخطيئة فبالحقيقة تكونون أحرارا ولو أي حد سمعني اتحرر من الخطيئة أنا عارفة وحسة الإحساس ده وحسة أن كل المؤمنين اللي سمعيني أن أنت خفيف ما فيش حاجة ديسة عليك ما فيش حاجة ديسة على نفسك أنت عايشة بحرية حرية مجد أولاد الله واتحررتي من نير الخطيئة ونير العبودية فالخطيئة طرحت كثيرين جرحة وكل قتلاها أقوياء ما حدش بيكون بيعمل خطيئة وفكر نفسه ضعيف أو فكر نفسه أنه هو يعني مهزوم بالعكس ده فكر نفسه ناجح وفكر نفسه أحسن واحد وأجدع واحد وبيفكر صح وبيفكر بفهلوة وبيفكر بشطارة وزكاء وحدش بيفكر زيه لكن يا خسارة كل قتلاها أقوياء كنت مرة أريت في الجرائد بتاعتنا عن الفنانة دليدة اللي انتحرت كانت تستمتع بجمال كانت تستمتع بمال كانت تستمتع بشهرة كانت تستمتع بكل الامتيازات اللي يستمتع بيها بشر لكنها تركت ورقة صغيرة جنبها عيكمو دينو لجنبها كتبت فيها الكلمة دي لأنساها حينما قرأتها في الجرائد الحياة لا تستحق أن أعيشها وانتحرت وماتت يا خسارة وكثيرين جدا مثلها فعلوا ويفعلون هذا الأمر ويقولوا الحياة ما تستهلش يا عزيزي يا عزيزتي لو جيت للرب لو امتلك قلبك وكيانك وحياتك هتعيش أسعد إنسان على واكه الأرض وحتحمل غنى المسيح الذي لا يستقصى وحتقول له ومعك لا أريد شيئا في الأرض حجر الإثم والخطيئة لكن في حجر تاني صعب أوي حجر العثرة البشرية بيقول في متة 18 ستة ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين به فخير له أن يعلق بعنقه حجر الرحة ويغرق في لجة البحر خير له لو علق في عنقه حجر الرحة وأغرقه في لجة البحر لأن أعصر هؤلاء الصغار كم من مرة بنعثر ناس مننا كم من مرة كم من مرة بنتكلم كلام سامحوني في التعبير زي الحجارة بيعور ونخلي اللي قدامنا ينزف وفاكرين إن دي صراحة ودي الشطارة وأنا كده معرفش أمشي إلا دغري وإنت مش عارف إن الدغري ده بتعور ناس وبتعصر ناس وبتكره ناس يروحوا الكنيسة والاجتماع ويتبعوا الرب وإنت فاكر إنك إنسان صريح وإنك إنسانة صريحة لكننا نحتاج إلى الحكمة نحتاج إلى الحكمة كل يوم يا جماعة أنا بقول لنفسي قبل ما أقول لكل واحد سمعني صلي وقول له يا رب من فضلك علمني إمتى أتكلم وإمتى أصمت ساعة في الصمت بيبقى بركة عظيمة ساعة الصمت بيقول حاجات كتير بس منكون ما بنقدرش نجرح بيها حد وما ينفعش إن إحنا نقول اللي مفروض نقوله بصراحة حجر العثرة اللي صعب اللي صعب اللي فعلا لو واحد ما عندوش حكمة وبيدب كلام أرجو في المسيح إنه يجي قدام مرآة الروح القدس ويقول له كده يا رب إن كنت معرفش غير أجرح إن كانت جوايا غيرة بتخليني لما أشوف حد أحسن مني أو بيمتاز عني في شيء أو عنده موهب أفضل مني أحاولك أسعم أحاول أكلمه الكلام يجيبه داون علشان لازم أنا اللي أكون في الصورة انظر يا رب انظر يا رب إن كان في ميلا باطلا أو عدم حكمة أو بعثر أي إنسان اهدني طريقا أبديا حجر العثرة البشرية في أمثال 26-27 بيقول من يحفر حفرة لأخيه يقع فيها ومن يدحرج عليه حجرا يرجع عليه في حد يحب يجهز للتاني مقلب ومقلب بحكمة يقول أنا هعمل فيه الموقف دا اللي ما يخرش الميا بنسمع التعبيرات دي وتحط أخوك في موقف بحيث أنه يتعرض للمسألة وممكن يتعرض للمحاكمة وممكن يتعرض لحادث أليم لأنه هيمشي حزين ومتدايق ويبقى بيمشي في الشارع من غير وعي وتعرضوا لخطورة جديدة جدا وتعرضوا أن يفقد شغله ويفقد عمله ويفقد مركزه عزيزي عزيزتي ثق إن الله لا يشمخ عليه وما يزرعه الإنسان لابد ولابد ولزما أن يحصده أيضا إن لم يحصد أعظم منه من ضحرج حجرا على أخي حيرجع علي أحجار على الطريق يا ترى أنت بتعملي كده يا ترى أنت بتعمل كده خلي بالك من كل اللي بتعمله وافتكر إن ما يزرعه الإنسان حيحصده أيضا فيه وفي نسله مش بس فيه لأن لينا فوق العالي عاليا جدا والأعلى فوقهما يلاحظ في إله عيناه تخترقان أسطار الظلام وبيشوف من الذي يظلم ومن هو المظلوم وينصف الله المظلومين الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متهمهل عليهم أي كده الرب يسوع الحق أقول لكم إنه ينصفهم سريعا هو هينصف المظلوم أوعى تفكر إنك هينفع أنك تظلم على طول لأن في عيناه الله ساهرة على كل قطيعه وكل شعبه وهو سيتدخل في الوقت المعين وستحصد ما لا كنت تتوقع لكن في حجر تاني تقيل ومش لذيذ هو حجر الإدانة الفردية والجماعية وكلنا بلا استثناء بنقع فعلا في الغلطة دي حجر بيقابلني على الطريق وبتخبط فيه وبخبط بيه كثيرين اسمه حجر الإدانة لما أحب أن أنا أبين أن أنا واحد كويس أجيب كل الأدامي أرضا أنت عارف فلان ده لا بس عيبه كذا وكذا وكذا لا بس أنت عارفة بس ما تنسيش أن فلانة دايما من طبعتها بتعمل وبتعمل 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 بس أنت عارفة بس هي بتقول كده وبتعمل كده بس أنت عارفه بس أنت عارفة ونفضل نشرح في الناس بمشارة حمي حدا ونجيب الناس أرضا عشان يقولوا مفيش إلا فلان الحقيقة كل الناس دول ولا حاجة إلا فلان إلا فلانة دول اللي عداهم اللي معداهمش العيب لكن العيب راكب دول من الألف للياء ودول من على طول كده بنجيب الناس أرضا عشان نظهر أن إحنا اللي كاملين يا رب ارحمنا 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 إن كان فيك العادة دي وإن كان فيك الخصلة دي أصرخ وصرخي وأنا أصرخ للرب وقول له ارحمني من خطية الإدانة ومن الأحجار اللي بلقيها للناس في ظهرهم لأن ظهور الناس قد تجرحت بسببك وبسببك وسوف تعطي حساب يوما ما عما فعلت وثق لو أنت بتعمل كده عمرك ما هتخدم خدمة نجحة عمرك ما هتكون شخصية مؤثرة في الآخرين بالعكس أي واحد بيرمي حجر على أخي بيرجع عليه مرة تاني الإنسان اللي في يوحن تمانية سبعة الإنسان الخطية المرأة التي أمسكت في ذاك الفعل كان مفروض أنها ترجم حسب النموس لكن الرب قال كده للكتب والفرسيين من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر اللي فيكم من غير خطية أول واحد يجي رجمها كلهم بصوا البعض ومشوا لأن كانوا كلهم خطايا وإثم لكن أنا عايز أقول لكم حاجة في خطايا القانون ما بيعاقبش عليها القانون بيعاقب على الخطايا الظاهرة اللي بتأذي الإنسان مثلا في جسده لكن اللي بتأذيف مشاعره مش بيعاقب عليها القانون اللي بتأذيف نفسيته بتدمر نفسيته وبتحطمه وبتفشله مش بيعاقب عليها القانون للأسف عشان كده بنرتكبها وبنشربها كلمات ومش بيفرق معانا وبنعود أعداد كتيرة جدا 90% من الأعدة نم على الناس ومسكث سيرة الناس ورمي حجارة على الناس وفي الآخر أنا وانت وانت نقول لكن أنا عمري ما أعمل كده أنا لا يمكن أفكر أتصرف بالطريقة دي انت عارف وعارفة انت بتعمل حاجة تانية أوحش من كده ميت مرة والناس بيقولوا عليك نفس الكلام اللي انت بتقوله على الآخرين وبيقولوا فلان وفلانا بيعملوا كذا وكذا وكذا أنا ما أعملش كده بيتقال عليك اللي بتقوله على الناس بيتقال عليك عشان كده خلي بالك من منكم بلا خطيئة فليرمي الآخر بحجر فكر في الكلام ده وتوب إلى الله عن الكلام وعن مسك السيرة وعن التجريح في الآخرين والتجريح في الخدام يا ما بنسمع ناس بيشرحوا خدام يا ما بنسمع وبيجبوهم أرضا عزائي ثق في إن الله لا يشمخ عليه الله اللي قال لا تمسوا مسحائي بيقولك خلي بالك الحجر اللي بتدحرجه على ابني حيرجع عليك بس حيرجع عليك صعب جدا جدا لأن أخوك ده هو وارث معاك في المجد الأبدي لو سمعت عليه كلمة وحشة دافع عنه دافع عنه علشان اللي قدامك ما يتعصرش قل له جايز ما قصدش التمس له العزر ولو حصل معاك الموقف أنت شخصيا التمس له العزر وإدي مكان للصفحة والغفران كما سامحكم المسيح خلينا نسامح بعضنا بعض كما غفر لنا نغفر للآخرين وكما سامحنا نسامح الآخرين ونعطي مساحة للصفح لو كان الخطأ ده جاي فيها تعال أقوله اديني مساحة في قلبي للصفح وللغفران عشان أقدر أصفح عشان أنت تقدر تصفح لي لأني لو أنا ما غفرتش إذا أمسكنا خطيئة الآخرين خطيئة ستمسك لا محال تأكدوا من كده وأنا أتأكد من كده إدي مكان للصفحة والغفران أوعى تقع في خطيئة الإدانة ومسك السيرة تأكد أن الله لا يشمخ عليه أوعى تنسك كلمة دي الله لا يشمخ عليه افتكر أنه وما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا خلي بالك خلي بالك من مسحاء الرب خلي بالك من خدام الله العلي القدير أوعد جرح في الناس لألا يأتي عليك أصعب مما قلت لكن الحجر الرابع هو حجر الضغوط والألام المستعصية قلنا حجر الإثم والخطيئة قلنا حجر العصرة البشرية قلنا حجر الإدانة الفردية والجماعية لكن في أحجار صعبة كتيرة جدا بتأتي علينا هي حجر الضغوط والألام والأمراض المستعصية أحجار صعبة أحجار صعبة جدا ممكن يكون في حجر تقيل عليك انت شايله هو عدم إيجاد شغل حد مرة قال لي ليه ثلاث سنين بدون شغل ومراتي بتشغل بارتايم وعندي أولاد وبيت وبكى حجر تقيل حجر تقيل عزيزي رب شايف الحجر التقيل اللي حاني ظهرك أوعد خاف أوعد خاف هو شايفك هو شايفك هو عارف إنك محتاج إلى هذه كلها الله يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها ومرة تانية اتقالت الآية دي لأن أباكم السماو يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها لو ما عندكش شغل لو خسرت البيت بتاعك لأنك خسرت الشغل وحسس الدنيا في وشك مقفولة من الأربع جهات مرة كتبت نبزة كده بتقول إن رأيت أن كل الأبواب مغلقة أمامك فتذكر أن هناك بابا في السماء لا يستطيع أحد أن يغلقه لا يمكن لو كل الأبواب قدامك مقفولة هناك في السماء باب لا يمكن حد يقدر يقفل في الشك ده باب أبوك السماوي العيناه على قطيعه من أول السنة إلى آخرها لو أنت عندك مرض مستعصي لو مش عارف تعمل إيه ثق إن الرب قال لأن أنا الرب شفيك ثق لأن أبوك يستطيع أن تخرج منه قوة لشفاءك مكتوب عنه كده كانت تخرج منه قوة لشفاءهم مكتوب عنه كده وجميع المحتاجين إلى شفاء شفاءهم هو يقدر هو يقدر بس خلي بالك في ميسج عايز يقدمها من خلال المرض اللي أنت فيه في ميسج عايز يقولها لك عايز يوصل لك حاجة معينة حاول يبقى لك أذن مدربة حاول يبقى لك فكرة حساس يا رب أنت عايز مني إيه أنت عايز مني إيه خليني أفهم مشيئتك هل أنت في تقديب على معصية هل ده تقديب على شيء معين ارتكبته في حقك وفي حق الآخرين وده فعلا تقديب منك هل ده امتحان عشان أنتصرف بيه على التجارب المحيطة بيه بسهولة هل ده تدريب واختبار عشان تكبر إيماني هو إيه بالضبط اللي أنا بمر به حاول تعرف مشيئة الله في حياتك خليك ابن وابن لك ولك أذن حساسة تفهم مشيئة الله في حياتك لماذا هذا قد صار معي وأحيانا ربي يقول لك ابني لست تفهم الآن ما أنا أصنع لكنك ستفهم فيما بعد لأن ليس كل أمور الله يجاوب عنها في الحال أحيانا يفهمنا لكن أحيانا كثيرة جدا بيفهمنا بعدين مش دلوقتي بعد فترة بكتشف ليه عمل معايا كده وبفهم وبطلع بالنتيجة رائعة جدا 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 لأن بيكون شكلني من خلال الموقف اللي أنا بمر به افهم قصد الله في حياتك هتستريح جدا ولو ما قدرتش تفهم اتأكد مية في المية وتأكدي مية في المية أن ليه قصد هيعلن عنه في القريب العاجل سواء أنه بفهمك درس أو فيه نوع من التأديب على عسيان وتمرد انت عملته أو جرحت بيشعوره مرة واثنين وعشرة وأهنت قدام الناس الاسم اللي دعي عليك انت أهنته فبيبقى فيه تأديب على عسيان فيه مشاكل كتيرة لو قعدنا نعددها دلوقتي فعلا ليس لها حصر ليس لها حصر خسائر مادية كتير مشاكل مع أجل الأولاد وبعض الناس فقدوا أبناءهم فالذات أجبادهم وعلى قلوبهم أحجار ثقيلة من الحزن والقدر والدموع التي لا تجف ليلا ونهارا كتير ناس بيقولوا لي أولادنا ضيعين أولادنا على مخدرات أولادنا في العالم مش عايزين يسمعوا عن الله ولا كلمة مش قادرين نتكلم معاهم لأن نكرهوا الكلام عن الله ده ده بسمعوا فعلا في اليوم مش أكتر من ثلاث أو أربع مرات في التليفونات على الأقل على الأقل مرة يوم من الأيام كان معظم المكلمات 90% مكلمات عن مشاكل الأبناء والبنات واحدة كانت بتبكي مبارح وبتقول لي بنتي بعدت وبعدت وبعدت مش عارفة أعمل إيه ولا كلام نافع معاها ولا نصايح نافع معاها أعمل إيه وبتبكي بتبكي بحرقة أحجار أحجار سنة أحجار محددة ومحدبة أحجار ثقيلة تواجهنا في الطريق ماذا نفعل عزائي اللي ما نقدرش نقوله لولدنا نقوله للرب عنهم أنا دايماً بقول كده اللي ما تقدرش تقوله لابنك تعالى قوله للرب عليه قوله تعالى شوف يا رب تعالى وانظر يا رب تعالى شوف إنه إزاي مش بيسمع الكلام تعالى شوف يا رب أولادنا بيعملوا إيه ده في أولاد ليهم متطولين جداً على أهليهم بكلمات لاذعة وتصرفات حد شرسة شيء صعب لكن عارفين الشيء الرائع إنه ولا حد بنصليله حيهلك ولا حد حطينه قدام الرب هيروح جهنم لا يمكن الأولاد دول ليهم زمن افتقاد أنا وثقة من كده مليون في المية وبقول لكم كده فعلاً بثقة وإيمان إن الرب قادر أن يأتي بهم في الوقت المعين ولهم زمن افتقاد وسيأتي بهم من بعيد لأنه هو وعد إن إحنا وأولادنا للرب وقال كده من آمن به تجري من بطنه أنهار مأحي ويخلص هو وأهل بيته لازم هيخلصه معنا وحيروحوا معنا الأبدية وحنشوفهم هناك حتى لو طالت المدة فلهم زمن افتقاد في مشاكل مع الأولاد ترمم أصوار بيوتنا المنهدمة ألا تعود فترمم أصوار حياتنا المنهدمة ألا تعود يا رب تعالى تعالى على بيوتنا تعالى وشيل الأحجار اللي على كهلنا تعالى وانزع يا رب التقلي بتاع الأحجار اللي على كتفنا اللي أحنا ظهورنا اللي كسر قلوبنا اللي جعل قلوبنا تنزف من كتر الألم تعالى على ظرفنا أيها السيد الرب تعالى قولي له تعالى تعالى أولا ارحمني لازم لازم في الأول نطلب رحمة منه لازم قبل ما نقوله تعالى شيل اللي جاي علينا نقوله تعالى وشيل خطيانا الداخلية اللي جوانا وبعدين تعالى ساعدنا في حمل الأحجار التقيلة اللي احنا مش قادرين عليها أحجار على الطريق أحجار بتقبلنا أحجار ثقيلة جدا حجر الإثم والخطيئة حجر العثرة يا سلام صعب حجر الإدانة لكن حجر الآلام اللي بتقبلنا في الغربة البشرية خلينا نطلع ناخد فاصل دقايق ونرجع مرة تاني نكمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر زرع لترجمة نانسي قنقر لترجمة نانسي قنقر حجر لترجمة نانسي قنقر يا رب صخرتي إليك سرختي فأنت مخلص في ضعف قوتي عم تبت قلبي تبت قلبي في ضعف سأسمع فأنت مخلص في ضعف قوتي عم يا رب صخرتي إليك سرختي فأنت مخلص في ضعف قوتي عم تبت قلبي 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 على الطريق. هناك أحجار ثقيلة جدا على كاهلنا. لكن حسيب معاكم الآية دي. قبل أن ننتقل إلى الأحجار الخفيفة. في كرونسو 6.4.8. بيقول كده. مكتئبين في كل شيء. لكن غير متضايقين. متحيرين. لكن غير يائسين. متهدين. لكن غير مطروكين. مطروحين. لكن غير هالكين. مبارك اسم الرب. لكن حنيجي الأحجار تانية حلوة قوي. رائعة جدا. لو شوية ماشينا في الكتاب المؤدس كده. وخدنا مواقف معينة. هتشجعنا. وحنعرف أنه لنا النصرة في ربنا يسوع المسيح. في تكوين 28.11. بيتكلم عن يعقوب. عن يعقوب. لما طلع من بيت أبوه. ونام في البرية في الصحراء. وحتى حجر تحت راسه ونام. هو طبعا كان مجهد وتعبان. فأعتقد ما حسش أن الحجر ده شيء تقيل عليه. لكن هو نام نوم عميق. حتى أنه حلم حلم حلو. اللي اتكلمنا عنه قبل كده عن سلم يعقوب. بيقول في تكوين 28.11. حداشر. وبكر يعقوب. وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه. وأقامه عمودا. وصب زيتا على رأسه. بعد ما شاف الحلم وقام مسك الحجر ده. ورح نصبه. وبيقول تاني في عدد 22 من تكوين 28. وهذا الحجر الذي أقمته عمودا. يكون بيتا لله. وكل ما تعطيني أعشره. الحجر ده كان لرمز رائع. وقال أنه فعلا الحجر ده لازم أبني بيت للرب فيه وأسميه بيت إيل. الحجر بتاع يعقوب بيفكرنا. أحجر تذكرنا برعايته. أحجر بتفكرنا برعايته. الحجر بتاع يعقوب. لكن في أحجر بتفكرنا بنصرته. بنصرته. الحجر هارون وحور جابوا لموسى قاعد عليه. لما كان عمليق بيحارب شعب الله. وطلع موسى على الجبل عشان يرفع إيديه ويتشفى على الله. عشان يدي نصرة للشعب. يشوع بيحارب عمليق. لأنه هم جم يحاربوا شعب الله. فطلع يشوع والجيش عليهم والشعب. وكان موسى واقف على الجبل بيصلي ورفع إيديه. لكن إيديه تعبت. لكن كل ما إديه تتعب وتنزل الشعب بينهزم. عمليق بينتصر. وكل ما بيرفع إيديه موسى الشعب بينتصر. فجم هارون وحور وجابوه له حجر. وقعد عليه موسى. وكل واحد رفع إيد من ناحية. ورفعوا إيديه إلى فوق. علشان يتشفع ويصرخ إلى الله ويقوله يا رب ده شعبك. شعبك لازم ينتصر. قطيعك لازم ينتصر. لا تسمح إن عمليق يهزمنا. وكان بيصلي اليوم كله. فبيقول كده في خروج 17-12 لما صارت يدى موسى ثقيلتين. أخذاء اللي هم هارون وحور حجرا ووضعا تحته. فجلس عليه. ودعم كل منهما يدي موسى من هنا والآخر من هناك. فكانت يده ثابتتين إلى غروب الشمس. رفع إيديه لغروب الشمس. فهزم يشوع عمليق. لما بنصلي بناخد نصره. ثق في كده. اوعى تفكر لما الناس تصلي لك هتاخد نصره. مع إني ده كويس. بس خلي الناس تصلي معاك. تشاركت بالصلاة معاك. لكن ما تعتمدش أني صليلي يا فلان وقاعد زي ما انت. هتنهزم. مليون في المية. صدقني. لكن تعالى للرب. موسى ما كانش بيقول للشعب صلوا وانتوا بتحربوا. ما كانش بيقول لحور وهارون يلا نصلي. لكن هو رافع إيدي نفسه. وهما سندين وبيصلوا معاه. مشاكلنا. والأحجار اللي قدامنا. حتتشال بالصلاة. لأنه لا يستحيل على الرب شيء. وإلهنا إله قوي جدا. أحجار تذكرنا بنصرته. مرة واحد تكلمني في التليفون. وقال لي أخت سلوة أنا علي قضية صعبة جدا. ووحدة لفقت لي أوراق في منتها صعوبة. وفعلا كثبت القضية وأنا خسرتها. والطلب مني غرامة كبيرة جدا. مش عارف أعمل فيها إيه. واتصل وصلنا معاه. وقلنا له هننتظر الرب معاك. لأنه هو إله المظلمين ولا يرضى بالظلمة. وبعدين اتصل تاني وقال لي أخت سلوة عظيم هو الرب الذي يسمع إلى أنات وصراخ المظلمين وأنين البائسين. تقول له إيه اللي حصل معاك أخ فلان. قال لي رحنا وقدام القاضي. قدمت كل الأوراق وقدمت كل المستندات التي تدينني علشان عايزة مني يا إم تعويد يا إم السجن. لكن عارفة الرب عمل إيه. قلت له عمل إيه. قال لي الرب خلت قدام القاضي. ومش عارفة تتكلم صحة لأن هي ملفقة كل الموضوع فبرضه بتجذب. بعدين قالت له على فكرة حضر القاضي دي برضو كانت الحادثة دي كانت حادثة قديمة شوية. حادثة قديمة. تلخبطت في الكلام وتلعثمت. وأصدر قرار القاضي ببراءته. أيها الأخ المظلوم. إله النصر صاحي. إلهك صهران عليك. وعارف إيه اللي بيجرى. لا يختفي أمره عنك. لأنه هو يحصي عدد الكواكب. يدعو كلها بأسماء لكون شديد القدرة لا يفقد منه أحد. أحجار تذكرنا بنصرته. لكن في أحجار تانية بتذكرنا بروعة كلمته. عارفين إيه؟ لوحي الشريعة هذين الحجرين العظام اللي كتب الله عليهم لوحي الشريعة لوحي الشهادة وأعطاهم لموسى كتبهم الله بأصبعه. يقول كده في خروج 31-18 ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام اللي هو الله أعطى موسى في جبل سيناء لوحي الشهادة لوحي حجر مكتوبين بأصبع الله لوحي حجر مكتوبين بأصبع الله الوصايا العشر الوصايا العشر اللي لو عشنا بموجبها هنعيش فعلا الناس أطقياء قدسين في المسيح صدقوني لوحي الشريعة هذه الأحجار الكريمة الرائعة التي تذكرنا بروعة وعظمة كلمته لكن في أحجار تاني بتذكرنا بمعيته تسنية 32-13 بصوا الآية الحلوة دي أركبه على مرتفعات الأرض فأكل ثمار السحراء وأرضعه عسلا من حجر وزيتا من صوان الصخر ده إلهي وده إلهك يا ما بيخرج لينا من الآكل أكلا يا ما بيعطينا من جفاء الحياة حلاوة يا ما بيعمل معانا يا ما بيعمل معانا ويا ما عمل ويا ما هيعمل بس خليك ماسك فيه خليك واثق من قدرته وخليك متأكد من معيته معك هنروح ليشوع أربعة من خمسة لسبعة وحقر معاكم الكلام الرائع ده يشوع 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 بعدد بعدد الأصباط بتاع إسرائيل اختار 12 شخص يشيل 12 حجر وأعبره به على الضفة التانية وخلوه معاكم هناك عشان لو سألكم أولادكم في يوم من الأيام ما هذه الحجارة تقولوا لهم قد فلق الرب الأردن وفتحه أمامنا وعبرنا وتحكلهم على مجد الله الذي كان معكم حين شق البحر أمامكم وفعلا هذا حصل فهنا مكتوب في يشوع أصحح أربعة وعدد خمسة بيقول كده وقال لهم يشوع أعبروا أمام تابوت الرب إلهكم إلى وسط الأردن وارفعوا كل رجل حجرا واحدا على كتفه حسب عدد أصباط بن إسرائيل لكي تكون هذه علامة في وسطكم إذا سأل غدا بنوكم قائلين ما لكم وهذه الحجارة أنت حطيني الحجارة دي ليه تقولون لهم أن مياه الأردن قد انفلقت أمام تابوت عهد الرب عند عبوره الأردن انفلقت مياه الأردن مبارك اسمك يا رب مبارك اسمك يا رب ياللي بتفتح أمامنا البحر ياللي بتشق لنا في البحر طريق يقول عنه طريقه في المياه الكثيرة يقول عنه الكتاب وجاء يسوع والأبواب مغلقة هو دا إلهك هو دا إلهك وإله اللي بنعبده اللي طريقه في المياه الكثيرة ما أعظمك يا رب أحجار تذكرنا بقدرته الإلهية السرمدية ما أعظم قدرة إلهنا إله عظيم جدا وبقدر عظمته ينبغي أن نعبد بالروح والحق ونكون أناس لا حسب ما نريد نحن بل حسب فكر قلبه ومصرة مشيئته تعال نقول له يا رب هو أنا عجبك ولا لأ تعال نقول له قدام رأيت الروح القدس إيه رأيك فيها أنا كتير بصلي الصلاة دي ولما بنسى صليها فترة بدايق جدا كتير باجي وأقول له اكشفني قدام رأيت الروح القدس يا رب اكشفني تعال اكشفني تعال اكشف عيوبي تعال اختبرني تعال امتحني تعال اعرف قلبي تعال شاورلي على العيوب تعال شاورلي على الثغرات تعال تعال يا رب نظف جوايا نظف أعماقي نظف فكري نظف كياني عشان أكون مشابهة لصورة ابنك عشان ينفع تستخدمني عشان ينفع أن أنت تبركني عشان ينفع أنت تتمجد في حياتي تعال تعال وكشفني قدام مرآة الروح القدس أحجار تذكرنا بعنايته سمويل الأول سبعة اتناشر بيقول كده وأخذ سمويل حجرا ونصبه بين المصفى والسن منطقتين ودعا اسمه حجر المعونة مبارك اسمك يا رب وقال إلى هنا قد أعاننا الرب إلى هنا إلى هنا قد أعاننا الرب مش أعانك مش هو أعانك مش أديك نصرة مرارا وتكرارا انت لسه خايف ليه انت لسه منزعج ليه مش وقف معاك في قضايا كتير مش وقف قصادك قصاد ناس معاك قصاد ناس فحلا كانوا عايزين يفترسوك تعالوا وحط حجر المعونة وقول إلى هنا قد أعانني الرب وحيعينك وفي الموقف اللي قدامك هتنسب برضو حجر معونة وحيعينك كم أحجار معونة لو بصيت لورا هتلاقي زمن حياتك بينطق وتاريخ عمرك بيتكلم ولو بصيت هتلاقي أحجار معونة ليس لها عدد وكل يوم في حياتك هيضف لك حجر معونة جديد وحتحط الحجر وحتحط إلى هنا أهو عني وديني بنصب حجر معونة بين المصفا والسن بين الموقف ده والموقف ده يعني سموئيل حط الحجر بين المصفا والسن منطقتين لكن بين الموقف بتاعك ده وبين الموقف ده حيبق في حجر معونة حتنصبه وحتقول فعلا إلى هنا والذي أعاننا في الماضي قادر أن يعيننا في الحاضر والمستقبل أيضا لكن في سموئيل الأول 17 49 هنتكلم عن داود وجليات لما ضربوا بالمقلاع كان معه خمس حجرات صغيرين وكان حطيتهم في الكنف بتاعه الإجراب بتاعه وراح حجر صغير وراح بالمقلاع لما كان جليات الفلسطيني بيعير شعب الله وفيش حد يقدر يقف قدامه الرب بعد قدامه شاب صغير صغير وقال له أنا إلا هيهزمك يا جليات يا معير شعب الله وصفه فالله الحي عيل صغير وحجيبك أرضا وحوريك أن دول شعبي ودول قطيعي ومش هتقدر عليهم إطلاقا وبالمقلاع بحجر صغير وجه وجه على جبينه وداخ وقع وجري عليه داود وراح أطع راسه موته بيقول كده في سامو الأول 17 49 وخمسين في 49 بيقول ومد داود يده إلى الكنف وأخذ حجرا ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهتي فارتز الحجر في جبهته وسقط على وجهه إلى الأرض وفي عدد خمسين فتمكن داود من الفلسطيني فتمكن داود من الفلسطيني اللي هو جليات بالمقلاع والحجر مقلاع نبلة والحجر وضرب الفلسطيني وقتله أحجار تظهر في ضعفنا قوته أحجار تظهر في ضعفنا حتة مقلاع وعيل صغير لكن هزم الجبار جليات الفلسطيني لكن في أحجار بتظهر مركزه وهميته مزمور 118 عدد 22 آية ما أروعها بتقول الحجر الذي رفضه البنقون هو قد صار رأس الزاوية مبارك اسم الرب إلى الدهر والأبد وفي متى 21 و42 بيقول نفس الكلام الحجر المرفوض الحجر الذي رفضه البنقون هو الرب هو الصخر الكامل صنيعه يقول عنه الكتاب كده ويكون إنسان اللي هو عن الرب كمخبأ من الريح كستار من السيل كسواق ماء في أرض يابسة وكذل صخرة عظيمة في أرض معية هو الصخر الكامل صنيعه هو الصخرة العظيمة اللي احنا بنحتمي في ذلها ونستظل تحت ذلها من شمس النهار الحارقة والسخنة مبارك الرب هو حجر الزاوية مركزه وأهميته لكن في أحجار بتذكرنا بقوته وحمايته في مزمور 91 عدد 12 على الأيد يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك على الأيد يحملونك ملائكة السماء بتشيلك ساعة ما ركبك بتبقى بتتهز ومش قادر تشيل نفسك ملائكة السماء تحملك على الأيد يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك في متى سبعة تسعة في أحجار بتذكرنا بحنان عطيته أم أي إنسان منكم إذا سألوا ابنه خبزا أيعطيه حجرا ممكن أب أو أم ابنها يقول لها ماما ديني ساندويتش تدي له حتة حجر ينفع إن كنتم أنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أبلادكم عطايا جيدة فكم بالحري أبوكم الذي في السموات يهب خيرات للذين يسألونه هو ده إلهنا لا يمنع خيرا عننا إطلاقا إن كنا نسلوك بالكمال لكن في لوق 24 2 بيقول الآية التي تكملت التكملة بتاعة المريمات لما قالوا من يدحرج لنا الحجر بيقول في لوق 24 فوجدنا الحجر قد دحرج عن القبر أو المراحو وهما محترين لقوا إن الحجر كان مضحرجا كوننسوس التانية 3 3 بتقول آية الحلوة دي أحجار حية في هيكله ده هو إحنا ظاهرين أنكم رسالة المسيح مكتوبة لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية أنتم رسالة المسيح بطرس الأولى 2 4 بيقول كده الذي استأتون إليه حجرا حيا اللي هو صخر الظهور مرفوضا من الناس ولكن مختارا من الله للأسف إن هذا الحجر الحي مرفوضا من الناس ولكن مختارا من الله لكنه كريم حجر كريم ياريت ما ترفضش محبته ياريت ما ترفضش معيته معك ياريت ما ترفضش خلاصه لأنه إله رائع يستحق إن إحنا نمشي معاه ونسير معاه ونقوله همشي معاك الرحلة بحلها هستنى ما شئتك لآخرها هعرف إيه أصدق في حياتي وافهم معنى ألامي في خيرها همشي معاك يا رب الرحلة بحلها رؤية 21 11 بتكلم عن أوروشليم السماوية بيقول لها مجد الله ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب باللوري المدينة السماوية كلها أحجار كريمة وأصوارها كلها وأبوابها كل باب لؤلؤة من حجر شكل دي المدينة السماوية آخر حاجة في رؤية 21 19 وأساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم إحنا بنفرح بحجر كريم صغير في عقاد في خاتم سلسلة لكن ده المدينة السماوية اللي أعدها لنا المحبوب الغالي كلها أحجار كريمة بيقول عن السماو وأصوارها من دهب شفاف نقي نهاردة قعدت تأمل أصوار السماوية من دهب شفاف نقي إزاي دهب وإزاي شفاف وإزاي نقي إزاي يجي ده ولقيت الروح القدس بيقول لي أصلي موخك مش هيستوعب لكن ده ما لم ترعين وما لم يخطر على قلب بشر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله كلها أحجار كريمة تنتظر أولاد الله اللي تعبوا في الغربة اللي واجهوا أحجار كتيرة أحجار ثقيلة واحتملوا هذه الأحجار بشكر وبإيمان منتظرين تدخل الله في كل ظروفهم هو ده إلهنا هو ده إلهنا أنا عايزة أقول لكم أوعد خاف من الأحجار التقيلة إن كان حجر الخطية تعالى ارجع وتوب إن كان حجر الإدانة بطل وقوله ارحمني وسمحني مش هعمل كده تاني إن كان حجر عصرة تعالى وتوب للرب وقوله ارحمني إني متعصرش من حد ولا أكون شخص معثر إن كان حجر الألام في البشرية وفي الأزمنة اللي احنا بنعدي فيها الألام المستعصية ثق إن الرب معين لي فلا أخاف الرب هيكون معايا ماذا يصنع بإنسان ما تخافش من مديرك اللي بيتهدك ما تخافش من الأمراض الصعبة الرب معين لي أنا مش هخاف هو معايا هو مش هيسبني واتذكر شيء إنه هو حجر الزاوية وأنه هو هيركب الغمام لمعونتك والسماء في عظمته وأنه هو هينقذك وهو إله كل رحمة هو إله كل بركة هو اللي أعانك في الماضي تعالى أنصب حجر معونة الآن وقوله أشكرك يا من أعنتني في الماضي قادر أن تعينني في الحاضر والمستقبل وقول فعلا مع سموئيل إلى هنا قد أعانني الرب وسوف يعينني أيضا وذكر أن في يوم من الأيام حنواجه ونشوف المدينة اللي صانعها وبرئها الله اللي كل باب فيها من لقلقة وأصوار المدينة من أحجار كريمة إلهنا رائع إلهنا رائع أحجار على الطريق من يدحرج لنا الحجر افتكر كده كل يوم أن إلهك بيواجه معاك أحجار الحياة وهيدحرج لك الحجر بنفسه أو هيديك معونة ويحط إيده في ظهرك عشان أنت تقدر تزق الأحجار بمعونته وتقول من أنت أيها الجبل العظيم أمام ذر بابل تصيره سهلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة والرب معكم ويبرككم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة